اشتركوا في القناة لازمنا في الوضعيات الادماجية لهذا الموسم او لتلاميذ السنة الخامسة ابتداء او شهادة تعليم الابتداء الى هذا الموسم 2021 طيب ما الوضعيات الادماجية الاكثر توقعا لهذا الموسم هذا الوضعيات اللي عجبتني وشكيت انه ممكن تكون لهذا الموسم هي هي رسالة او نداء تلميذ الى سكان العالم بوقف الحرب ونشر السلام طيب يقول السند السند تعالوضعي هذا والسند يعاني اطفال العالم من ازمات الحروب فتضيع طفولتهم بين الدمار والخراب اكتب نداء الى سكان العالم لوقف الحرب ونشر السلام وذلك في عشرة اسطر موظفا جملة استفهامية كما قلنا سابقا التلميذ يعتمد على هذا السند وينطلق منه يتوسع فيه ويديرك مقدما للوضعيات الادماجية كذلك تكلمنا من قبل انه لابد ان نحدد موضوع الوضعية ما هو الموضوع حدد الموضوع بدقة ثانيا لا يتجاوز تعبيرك ماذا وظف ماذا طلب منك ان توظف وسطر حول ماذا تسطر وعدنا الصورة هذه لتعبر حول الحروب في العالم طيب الوضعية ستكون بهذا الشكل لاحظة اول حاجة موضوع الوضعية بدقة هو نداء الى سكان العالم لوقف الحرب ونشر السلام لا يتجاوز تعبيرك عشرة اسطر وظف الجملة الاستفهامية هذه الاشياء التي طلبت منك في الوضعية الادماجية تكون الوضعية الادماجية كالآتي كثرت الحروب والمعارك في العالم بسبب النزاعات المتواصلة بين الدول والشعوب وقد اثر هذا على حياة كثير من الناس خاصة الاطفال هذه مقدمة انا طفل جزائري محب للسلام ادعو كل بشر الى المضي قدما نحو حياة سلمية لا صخب فيها ولا دموع يا سكان العالم لا تصموا آذانكم عن أصوات القنابل يا سكان العالم قولوا لا للحرب ونعم للسلام الطاهر من يسمع ندائي من يعينني على نشره سأكون له شاكرا وسيكون له كذلك كل ضحية من ضحايا الحرب طيب النزاعات كلمة النزاعات ما معنى النزاعات هي الخلافات قل بيني وبين أخي نزاع أي بيني وبينه خلاف الخلافات هي النزاعات طيب المضي ادعو كل بشر الى المضي المضي هي الذهب نقول مضيت الى سبيلي أي ذهبت الى سبيلي الذهاب هو المضي طيب صخب الأصوات المرتفعة الصراخ والأصوات المرتفعة لا تصموا لا تغلقوا لا تصموا لا تغلقوا الطاهر هو النقي الطاهر هو النقي بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة بارك الله فيكم اشتركوا في القناة حتى يعطينا دعم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة